لقاء وزير المالية عمر ملحس مع الكتلة الديمقراطية النيابية برئاسة النائب خالد البكار حمل تطمينات حول قوة الدينار الأردني ووضع الاقتصاد كما كشف عن إصرار الحكومة لمعالجة الهدر في ملف الطحين المدعوم تفاصيل أوفا في هذا التقرير أثرت التصريحات الحكومية منذ أشهر حول ضرورة اتخاذ قرارات تساعد في تصويب وضع المالية العامة في الأردن وسد عجز الموازنة تساؤلات حول قوة الدينار الأردني حيث أكد وزير المالية عمر ملحس خلال لقاء مع الكتلة الديمقراطية النيابية أنه طلق تساؤلات بهذا الشأن من خارج الأردن خاصة مع تأخر اتخاذ القرارات ووضع الدينار قوي أخوان إحنا مع كل اللي نحكيه لسه في حوالي معاشو نص مليار دولار ودائع أو صافي مركز لدى البنك المركزي وبالتالي أنا مش شايف أين الخوف على الدينار حقيقة واعتبر وزير المالية أن وضع الاقتصاد الأردني والمواطن دائما مضغوط ورغم ذلك نحن بخير إذ ما تمت مقارنة أنفسنا بالدول النفطية إحنا 95 سنة وماشي أمورنا هلا ما منقدر نظل نطلع الأمور من ناحية سلبية حقيقة لازم يكون فيه إشي إيجابي في حياتنا أين موجودين الحمد لله صح مضغوطين ماليا بس دائما الاقتصاد الأردني مضغوط ماليا دائما المواطن الأردني مضغوط ماليا وكشف الوزير عن إجراءات ضربية جديدة على الشركات والأفراد لمحاولة الحدي من التهرب الضريبي موضوع المقطوع أو النسبة المأوية هي للجهات غير الملتزمة فلا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن أدفع ضريب الدخل وأن خسران وزير المالية أكد على ضرورة معالجة ملف الطحين المدعوم والذي أصبح يرهق الخزينة الاستفاد منه بالطريقة غير الشرعية قاعد برهق المالية العامة يعني برهق المواطن فيا إما بسير يعني وهذا إن شاء الله شغال عليه معالي وزير التموين يا إما بسير التوجيه للمستحق فعلا وننهي ذلك المية وتمانين مليون دينار المحطوطات في الموازنة وهذه متكررة كل سنة هذا المواطن الأردني أولى فيها وتحدث الوزير عن بعض المشاريع الرأسمالية التي بدأت الحكومة بتنفيذها مثل مشروع الجمرك في المضونة وفي متابعة للقرارات الحكومية المرتقبة كشفت مصادر نيابية عن وجود توافق نيابي حكومي على تحديد رسوم استقدام العمالة الوافدة وتجديد تصريح العامل الوافد عند 300 دينار وقالت المصادر إنه خلال اجتماع لجنة الزراعة والريف والبادية النيابية مع وزير العمل تم التوافق على فرض غرامة مالية على العمالة المتسربة من عند الكفيل والشخص الذي استقبل هذا العامل إضافة إلى فرض كفالة مالية على الكفيل عند استقدامه العمالة لضمان ضبط عملية تهرب العمالة الوافدة وزارة العمل بيّنت خلال الاجتماع وجود ما يقارب ستة ألاف عملية فرار غير حقيقية مسجلة لديها وأن هناك 92 ألف عامل وافد يحملون تصاريح زراعية وكان الخلاف بين الحكومة والنواب على قيمة رسوم الاستقدام اذ تمسكت اللجنة بمبلغ 300 دينار فيما كان رأي الحكومة بأن تكون قيمة الرسوم 500 دينار هذا التوجه أثار استياء القطاع الزراعي الذي اعتبرته الحكومة في تصريحاتها من أكثر القطاعات تهربا للعمالة الوافدة لانخفاض رسوم تصريح استقدام العمالة لهذا القطاع وهو ما دفع الاتحاد العام للمزارعين اليوم بالتهديد باتخاذ قطوات تصعيدية احتجاجا على التوجه الحكومي التفاصيل في هذا التقرير حكومة الجباية هكذا وصفها المزارعون خلال اجتماع عقده الاتحاد العام للمزارعين رافضين قرار الحكومة رفع رسوم العمالة الوافدة أو توحيدها بالقطاعات الأخرى يبقى رسوم تصاريح العمالة الزراعي على ما كانت عليهم 120 دينارة وإلا سوف يكون هناك عزوف عن القطاع الزراعي والابتعاد عن الزراعة وتصبح هناك بطارة في الشارع الأردني المزارعون اعتبروا أن التوجه الحكومي سيزيد من معاناتهم المستمرة منذ خمسة أعوام نتيجة الظروف السائدة والتي أدت إلى تراجع نسب الأراضي المزروعة بكافة أشكالها هذا قرار مجحف بحق المزارعين ويزيد من الأعباء على المزارعين عنوة عن وقف الاستقدام العمالة الوافدة مما كان له السبب الرئيسي برفع كلفة الإنتاج هذا الموسم الحكومة خلال الاجتماع أكدت اهتمامها بالقطاع الزراعي الذي يعتبر صمام أمان الأمن الغذائي للأردن وأن خيار تعديل رسوم العمالة الوافدة جاء نتيجة الزيادة الملحوظة في حالة الإتجار والتسرب من القطاعات الزراعية الأقل رسوما مالية إلى القطاعات الأخرى بالمقابل سيتم رفض القطاع الزراعي وتقديم دعم له من خلال جوانب أخرى من خلال تأسي الصندوق الزراعي معني بدعم المزارعين هناك مجموعة من الحلول والسيناريوات لهذا الصندوق الاتحاد العام للمزارعين طالب باستثناء القطاع الزراعي من تعديل الرسوم أو رفعها مهددين بالتوقف عن الزراعة والإنتاج والتوريد للأسواق المركزية يوم الثلاثاء المقبل في حال إصرار الحكومة على تنفيذ هذا القرار أسامة العدوان رؤية ومن ضمن سلسلة القرارات الحكومية قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الخاصة اليوم توحيد أسعار بيع السجائر والتمباك والمعسل المستوردة والمصنعة محليا بحيث يصبح مساويا لأسعار بيعها في المنطقة الجمركية الناتق الرسمي باسم منطقة العقبة الخاصة دكتور عبد المهد القطامين قال إن توحيد الأسعار سيكون عبر رفع أسعار الدخان في المنطقة الخاصة من أجل توحيد أسعار المنتجات المحلية والمجمركة وأكد أن هذا القرار يأتي حماية للاقتصاد الوطني وللحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة ومكافحة التهريب بكافة أشكاله سجلت بورصة عمان أداء قويا في جلسة اليوم حيث ارتفع حجم التداول إلى مستوى قياسي جديد بلغ 34 مليون و400 ألف دينار وارتفعت مستويات أسعار الأسهم بنسبة طفيفة جلسة اليوم بحسب مراقبين شهدت تحويلات مالية على أسهم عدد من الشركات القيادية رفعت حجم التداول خلال الجلسة إلى 24 مليون دينار إضافة إلى صفقة على أسهم شركة صناعية بقيمة 10 مليون و300 ألف دينار ليصل إجمالي حجم التداول إلى 34 مليون و400 ألف دينار وأظهرت البيانات أن القطاع المالي كان أعلى مساهمة في إجمال حجم التداول وبلغ 36.90% ثم الصناعة بنسبة 33.30% وأخيرا الخدمات بنسبة 29.80% وعن مستويات الأسعار ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم عند 2172 نقطة بارتفاع نسبته 69% حيث ارتفع المؤشر لكافة القطاعات وأعلى نسبة للصناعة بنسبة 2.5% ثم للمالي بنسبة 24% وأخيرا الخدمات بنسبة 15% أكد وزير النقل حسين صعوب أن معبر طريبي ليحتاج لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر لإعادة فتحه وانسياب حركة البضائع من خلاله خصوصا وأن الجانب العراقي يريد العمل من خلال شركات أمريكية للمحافظة على عمليات النقل وقال خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة قامت بإعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام في إربد وزرقاء ومادبة وذلك كمنحة بقيمة 500 ألف يورو مقدمة من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية وذلك لتنظيم خدمات النقل في تلك المدن من خلال إنشاء شركات لامتلاك أسطول الحافلات والحفاظ عليها وأضاف أنه تم إعداد كافة الدراسات والتصميم الفنية لإنشاء نظام حافلات التردد السريع للربط بين عمان والزرقاء وتم إرسالها لدائرة العطاءات الحكومية وكشف وزير النقل عن 15 مشروعا استراتيجيا لقطاع النقل في الأردن بصدد إعدادها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه وتسهيل حركة المواطنين والحد من الأزمات المرورية إحنا بزيارتنا في محي الدولة الرئيس للعراق وعدونا أخوان العراقيين يعني يعطونا أبو أربع خمس شهور على أساس عملوا هذا الموضوع الآن في حديث إنهم هم يعني بدون يشتغلوا بطريقة أسرع حديث مش رسمي أنا عم بسمعه من الإعلام وغيره وغيراته لكن قالوا لنا يعني أبو أربع خمس شهور رح يجيبوا شركات أمريكية اللي تقدر تحافظ على النقل شكرا